اشتركوا في القناة 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 وما تصل علوة بسبعمية أكيد أنا من الناس تحمل بطيئة تواهاية بسبعمية محملها اليوم يفرض عليه بخمسمية لازمة بيحف أكيد بعد ما أجيبها ولهذا السبب قاعد تصير أزمة وهم اللي سبب الأزمة هم اللي يذي يوجون سوون الأزمة النفسة والله بصورة عامة من خلال اليوم طب ضعنا بالعلوة الرشيد نموذجية يعني ما شفنا ارتفاع بالأسعار يعني الشي مناسب ومستقر الأسواق مستقرة لأنه العروض من المنتجات متوفرة فماكن تأثير صار على الأسعار عدنا قوية يعني في بعض المواد إذا صير شحة اعتياها تصعد أسعارها طيب اليوم راح تأثير على المستهلك بنتيجة النهائية على المستهلك المفروض من يسوي لا سعر محدد يسوي موازنة للسوق سواء أبو الأبو الاقتصادي أبو الأبو الوطني يسوي موازنة للسوق بحيث ما يأثر لا على الفلاح ولا على المستهلك يعني هي المشكلتنا مشكلة الوفر بالمنتوج لأنه حضر التجوال يعني نسبة ما يأثر يأثر والله أكيد يعني السيطرات لا بد أنه تكون عليها رقابة صارمة مقبل الجهات المختصة لأن هذه فرض الأتاوات على أصحاب البضائع يعني هذه مو صحيح وبالتالي راح يزيد من سعر السلعة لأن هذه كلها كلفة وبالتالي هذه الكلفة راح تنعكس سلبا على المستهلك اللي هو المواطن والمواطن الآن في أمس الحاجة لأنه يكون البضاعة تجي رخيصة لأنه مصادر رزق من قطعت بسبب الوضع الصحي والحجر نتم المنجاة ذات العلاقة نتابع موضوع السيطرات ويكفون عن موضوع الأتاوات والرشاوي وأثر من خلال السيطرات من خلال تسهيل أمور العجلات اللي تنقل الزرع عندك مداخل ويا إيران مداخل اللي ويا الشمال مدخل منذرية هاي قمارك دولية فباكو السيطرات الثانوية أنه الزرع ينام بالمدخل كذا يوم يعني عندك الطماطة هسه يجي هنا الأمري الاقتصادي يقول لازم يتبع طماطة بخمسمية زين وغير يوفر إليه أنه الطماطة بخمسمية شون تبع خمسمية هي مدناك سبعمائة وخمسين وثمانمية فخلوا كل اللي خنقول تجار اللي يجبون بضايع مدناك يوقفوا يعني أبسط شي طماطة اليوم الإيرانية بسيعمية دينار زين وقفوا أبو البصرة ووقفوا أبو الحدود لا خلى أبو الحدود يوصلها بصورة صحيحة ولا خلى أبو البصرة يوصلها بصورة صحيحة عندك بعد انتاج المحلي انتاج المحلي ماكو دعم الفلاح قوي ماكو أي دعم الفلاح يخلي اللي يوصل إنه الإسعار حلوة عندك هسائي بوتايتا البوتايتا ما بيها أي دعم أول ما نزل بيتا بمئتين وبربع دينار زين ماكو أي دعم ماكو أي شي للفلاح إنه يخليه يصل بصورة صحيحة. حسب القماري. حسب القماري. يعني التجارة كثير هم الزرع جايخيس بالحدود ويذبونه. يذبونه ما جايزة بصورة صحيحة. انه فرض جباية. وفرض امور ثانوية ياخذ انك ما تعقول لك كذا مبلغ. يلا ياخذ. هاي حشي لك مدخل دياغة. شارة مدخل الصفرة. وشارة المدخل المنذرية. حتى من اهم قصر بضاعة الثانوية القداية ما القداية. انت مثلا يحمل خنقل طواطئ. ميتين ديار من خنقل من المنشة. يفرض عليها رسوم. بايش صارت عليها. نظر على السيارة ياخذ. خمس وراق لعش وراق لخمسة عشر ورقة. اذا كانت السيارة كبيرة. هذا وين يروح. وين نزل التاجر. يضيف عليه معالي ثلاث مئة. يوصلها بست مئة. زيان جيه هنا ضي واحد بست مئة. حال عليها عمول لو قطعة ومال علوة. ليش نهاية علوهم بها إرادات للدولة. بايش صارت صارت سيارة مئة وخمسة إلى ثمانمية. أخذها المواطن باحة بالف. شوفوا من ثلاث مئة ووسطة للألف. بسبب شغلتها. بسبب القماري. وبسبب العمولة ما علوة اللي ترجع إرادتها للدولة. في كل حالات الدولة. موسيقى. 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 ترجمة نانسي قنقر 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 زيانا نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة